موسيقى موسيقى أمير الطرب العربي الأستاذ صبر الرباع الليلة عم نودع عام وعم نستقبل عام جديد فشو الشعور؟ الشعور أي إنسان يعني يكيد يعني فاتت سنة ودخلنا سنة أخرى مرة سنة بحلوها ومرها طبعا ونتمنى أنه مرها ما ينعاد علينا في 2013 طبعا أكيد نستقبل العام الجديد إن شاء الله بتفاول على الأقل أستاذ صبر أنت من الأشخاص اللي بخافوا من السنوات ومن التقدم في العمر؟ لازم تمر السنين ولازم تمر الأشهر والأيام والساعات والتقايق واللحظات لكن نتمنى أنه بمرورها تتحقق أماني بمرورها تتحقق يعني أشياء إيجابية يعني في الحياة أكيد السلبي موجود يعني مضطرين عليه لكن ما يكونش أكثر من الإيجابي بالنهاية في أشخاص بيقولوا لما بيعدوا مبينوا بين نفسهم بيقولوا أنا لما كنت أصغر كنت أحلى بيقولوا ناس بيقول لا أنا لما هلأ أكبرت صرت أحلى من أنا مصغير أنت كيف تشوف حالك؟ لا أنا اليوم أحلى أنا اليوم أحلى بالنسبة لي أحلى في تفكيري أحلى في شكلي أحلى في طموحي واضح فأنا أكيد اليوم أحلى السلبي صبر كاميرتنا كانت تشاهد على كل نجاحاتك في 2012 وما فينا ننسى كل الطالات الحلوة وأبرزة كان طالتك بمهرجنات بعلبك فإذا كنت تحط عنونا في 2012 ما تعانونا؟ السنة نجحت الحمد لله يعني سوى أغاني سوى كليبات سوى بعلبك حضور في بعلبك أو خرطاج برامج مثل The Voice يعني كان 2012 كان خير الحمد لله يلا ما عندي الشبالي ما سويت إلا ما لك دل روح الأول والتالي قضي في الشبالي إذا ما تخصطيك ويكون لبالي في حياتك في دالي يلا ما عندي الشبالي ما سويت إلا ما لك دل روح الأول والتالي قضي في الشبالي إذا ما تخصطيك ويكون لبالي في حياتك في دالي ويكون لبالي في حياتك في دالي أول نشاط حتقوم فيه بالـ 2013 شو برمج عندك؟ تكملت الأغاني الخليجية تكملت تسجيل الأغاني المتنوعة للـ CD لروتانا وحفل بـ 16-2 إن شاء الله بقبة المنزه بتونس إن شاء الله بش يكون حفل جماهيري وعد المشاهدين أن نكون معك لأنه لما أنا صرتك كثير بحب كون معك لأنه لما كنا ببعلبك شفنا تفاعل الجمهور الكبير فكيف إذا ما تقول بالقبة ونعرف نحن بالقبة بتونس قديش فيها أعداد هائل أيضا تجي لتحضرك أنت تشرف عماد أنت تشرف الكاميرا كاميرا أرابيك تشرف يعني لازم تكون موجود أنا نعزمك على رأسي طبعا وحضوركم يشرفني طبعا أكيد أكيد في حفلات بالبلد كنت أي حفلة بتروح تشرف فيها إذا قلنا راغب عاصي وهايفا أو فارس وواق الكفوري والله ممكن يعني شوي شوي لكن إذا نختار حفلة ممكن نختار عاصي وهايفا وين اللي كان عز الحمال الرح والخال قلب اللي ذهب وين اللي كان وين اللي كان مام specific بك و عيوني اللي كان و عيوني بك و عيوني اللي كان و عيوني أكيد سلوني موسيقى شايفين الليلة كمان الكوستيم أبيض وأسود ليه اخترت اللعبة؟ تعمل الأسود اللغوة دي كله يعني ملك الألوان الأبيض أكيد حتى تعمل شوي كونت خاصة في حدا بيهتم بهالتفاصيل أو أنت بتهتم فيها شخصيا هو شوف ذوقيا يعني في ناس يعني تعطيني رأيها أكيد ونشوف الشنون اللي يعني نحسه قريب مني وفي مركات معينة أكيد هي اللي تجي على جسمي على المركة اللبسها؟ بالزيليري وكان اللي وخلص سيعتك؟ هيا كارتي عندك شغف للموضة والملابس؟ أكيد 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 يشوفي ده ما نكونش مواكب للموضة ومواكب للصيحات الجديدة أكيد يعني في شوي تأخر فلازم نكون سابق الموضة على الأقل شوي معاذ معاذ قلبي خاف من كلمة ودار يا روح معاذ قلبي خاف من كلمة ودار يعني كلمة ودار موسيقى موسيقى كلمة الأخيرة للمشاهدين نحب أن نوجه التهاني طبعا مرة أخرى لجمهور أرابيكا وللمشاهدين عماد الهواري بالذيت برامزك نحب أن نتمنى لكم سعنة سعيدة إن شاء الله 2013 تكون سنة خير عليكم علينا وعلى الشعب التونسي واللبنان والشعب العربية ككل إن شاء الله سنة 2013 تبشرنا ببشائر إيجابية الاستقرار سوريا الاستقرار مصر الاستقرار تونس الاستقرار كل البلدان العربية فلسطين يعني هذا ما نتمنىوه نتمنى أنه كذلك الشمال الشمال اللبنان يكون هادئ ومستقر كل البلدان العربية تهمنا كل الشعوب العربية تهمنا إن شاء الله ما نسمعش عن مجازر وشهداء تسقط إن شاء الله 2013 تعطينا بشائر خير وهذا اللي نتمنى هو من ربي كل عام منتوما بألف ألف خير ولا كلمة تنسيني ببعدك ولا كلمة ولا يبيني أصاب حياتك ولا كلمة أخليني أسل بعدك خليني خليني وارسملك فوس على خد على خد نوسة خليني أسل بعدك خليني خليني وارسملك فوس على خد على خد نوسة ولكلمة لينا ليل يا ليل يا ليل ولا كلمة تنسيني خليني ولا كلمة ولكن